في متى إصحاح 14 في آية شبيهة مكتوب فجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء وعلى فكرة في الإصحاح في الصياق الحديث بيتكلم عن أعداد غفيرة كل شخص لمس المسيح كم العدد ربنا اللي بيعرف العدد بس إذا أجو تخيل معاي أنت تخيل جابوا ما هو خلي بالك الحم السورية كانت الناس تروح تستشفي هناك من المياه المعدنية هناك البرك بتسعمئات فتخيل معاي من العشر مدن الرومانية تخيل معاي من أورشاليم من سوريا من لبنان من عبر الأردن من الجليل قديش العدد كل هذا العدد المرضى اللي جاءوا جميع الذين لمسوه نالوا الشفاء انت عن إيش بتتكلم احنا بنتكلم عن يسوع المسيح بأيدك تقارن يسوع هو حي هو هو أمس واليوم إلى الأبد وعاوز أشجع كل مشاهد يمكن أنت في حالة المرض اليوم أنت في حالة ضعف قبل يعني قبل الخدمة قبل ما أبتدأ وصلنا هيك خبر مؤسف عن أخت من الأراضي المقدسة عاوزين يبتروا رجلها من الجليل احنا منصلي في اسم الرب يسوع أن يمنع هذا الأمر منصلي لكل مرضى الكورونا الرب يشفيهم منصلي في اسم الرب يسوع كل مرضى السرطان يشفوه أي أمراض في اسم الرب يسوع نعلن شفاء في اسم الرب يسوع احنا منصلي حبائي بالإيمان ومنصلي ليه منصلي هي قوتنا من الرب والرب الأمرنا أطلبه لكي يكون فراحكم كاملا فاحنا نسأل رغم ضعفنا ورغم آثامنا ورغم خزينا وعارنا ومضينا وخطيانا مش لأي سبب فينا من أجل هو من أجل استحقاق الدم لنسفك من أجلك ومن أجله مكتوب عنه الذي بجلدته شفيتم وبحبوره شفينا من أجل خاطر يسوع المسيح أنا بصلي اليوم كل المرضى اللي بيشاهدونا بالإيمان كررها أقول له يا رب شفيني شفيني في اسم الرب يسوع المسيح